حكاية والد رفض الاستسلام للواقع الأليم قطع مسافات طويلة وشاقة مع ابنته المريضة على أمل إيجاد حل لظروفه القاسية التي منعته من معالجتها لنتابع هذه ابنتي أمينة جاغم أمينة من مواليد عشرين قوت 2015 سمزادت عندها مشكلة أنها ليست في رأسها وأنتم تتباهي بعد عامين راحوا عيني و لا تتشوف و من بعد الحمد لله أن أجريت عليها لفها مراسي و نجحت رأكم كما راح تشوف فيها الحمد لله نعمل في إطار الشبكة الاجتماعية المدخلتها ٤٥٤ لا تكفيش بها تنباش تغطي التكاليف العلاج تحتها نسكن بكون نعودنا حزبو فيها ما نخسرها عليها كالسقروط هذا وش الحقر والحمد لله منش مراضيا بيها البركة في الأقليل هذه الحاجة كنت نجي في الكارتة على البلدة التعقب علينا بالسكرة بلدة ومعيش نمالك الكلاب الضالة هكذا ما تعرفوا لدينا شيخ أبع لا روحي أبع الطفل أكثر الزوج تاع الصباح تجي هابلت الطريق ما تعرفت أن تلحق بيك ما تلحقش بيك ما تصعب ليش من عين وسائل كما تصعب لي ما بلاصة ونسكننا حتى اللافية حتى البلد نسكننا في منطقة ريفية ومن ذنب البلد ومن ذلك كل حصلها ذنبها كان عندي أخي معوق وعندي أختي معوق كل واحد يشافه الحالة كل واحد عنده حالة أختي عندها حالة وختي عندها حالة وخي عندها حالة وما أكدوا لي أنه شبه وراثي ما قالوا لي شبدي أنه وراثي صحيح طلبوا مني قالوا لي لازم يجب علي تحاليل جينات ومع الله أسمع جالكوبيد هكذا سمح بس كل ليش ما ذك ما زل معروش يتقول اللي صاحي يكون عندها أمال والله الحمد لله الحمد لله مهما تكون الحمد لله ما نقدرش نوصف الوضعية لأنه واقع مهما تكون واقع ما عندهش ما عندناش لها تغير نحن أن الوضعية اللي رأى فيها أخويا واختي مينش حاب بنتي توصل لي هذا هو سمال نداء أن تعي الصح والأهم أنا بنتي بتوصلش للحالة اللي رأى فيها أخويا وفي أختي أنا أخويا أذكر إن كل ما نروحش أنا لايس ما كانش معتها بديل ما كانش ما غدرش هو البديل ربي صبحانه مهما تكون لابد نكون أنا البديل ما نحن الحسنين أول حاجة نطبق منهم الدعاء وربي وفقنا برك وقدرنا ربي والسما اللي عندهم ما نحتجحنا اللي عندهم معرفة أكثر إنه يعاوننا بحاجة يلقلنا شغل حل هكذا ما هيش المدية ولو ما عندي بسعر من محسنين مش نطلب المدية بالنسبة للمحسنين مش نطلب المدية أنا نطلب حاجة أنا شغل يشوفوا اللي بعدها حل على بر كينا النفس يتروح للخارج بعدها تقدر تتواصل تقدر تتعرف شايف الحالات لي هكذا مع تأسكو كان فيهم أمال ولا ما كاش فيهم أمال هذا وشرا لي سمعوا على خطر أنا عديل ثلاثة أونتش كافي ما نش قادر نزد أمني جتين يشوف بنتي تغريل إنه شوفت حالات من ذوي الإحتياجات الخاصة وصلوا قدروا يوصلوا الحاجة هذيك الأمية نجاهد عليها أني نقررها ما خليها تتحط في في موضع محرج تلقى روحا معتها على خطر شراء عندي ربش سعب الأمر وعيش المرحلة عشتها قبل اللذي تزيد عندي والحمد لله ترجمة نانسي قنقر